السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو الثالث من عيد 1439 هجري 17 يوم 2018 اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك 1939 هجريا 2018 ميندية اليوم أنا بزور مكان أحدى خالاتي الروحانيات اللي هي أنتقدرية تنتقدرية نجيب شهدي اليوم أنا بزورهم بزور هذا المكان الجميل الذي أعتقد وأقزم أنه قطعة من الجنة اليوم أنا بزور أحد من الجنة واحدة من الجنة من الجنة من الجنة ورؤية مقعده من الجنة هذا المكان هذا المكان هو المكان من الجنة من الجنة هذا المكان ليس مكان للتعذيب أو مكان للألم أو مكان للأسف بل هو مكان وقطعة من الجنة ولا بد أن نتخيل أن ما حولنا من ملائكة وما حولنا من سعادة في وجوه كل هؤلاء الأحياء في هذا المكان هم تمتعونا بمقعدهم من الجنة من الجنة من الجنة أننا من هؤلاء الناس الذين يأتون لزيارتهم ومن هؤلاء الناس الذين يأتون لكي يدعو لهم دون أن يعرفهم ويدعو لهم دون أن يكون هناك بيننا وبينهم أي صلة رحم أو أي صلة قرابة أو أي صلة دم لذلك الناس الذين يأتون لنا هنا يأتون للمساعدة لهم ويأتون للمساعدة لهم جداً للمساعدة للمساعدة لهم إنهم يتعبوا بيكالنا بأنهم كانوا بيعيشوا على الأرض ولكن من قدر الأقل وانتقلوا من حياة إلى حياة أخرى إيقظة بيكالنا بأنهم جدوا بيكالنا بأنهم يتعبون وجدهم على حياة أخرى علينا أن نتخيل أن هذه القطعة من الجنة let us realize that this part of heaven here in Walsall is a part of the greater heaven that Allah سبحانه وتعالى has created us for us علينا أن نتخيل أن هذه القطعة من الجنة هنا التي يرقد فيها كل هؤلاء الناس كل هؤلاء الناس بلا استثناء هي قطعة من جنات عدن التي خلقها الله سبحانه وتعالى لمن خلقها لكم بيديه الله يصنع جنة الله يصنع الجنة لكي يصنعه تعلم أن هذا الماء هذا الماء لا يصنع في الجنة من زعفران مسك و عمب تعلم أنه في الجنة سيصنع من سلسة والسلسة تعلم أن هذه المساعدة هذه المساعدة هذه المساعدة و هذه المرسيدز و هذه المساعدة هذه المساعدة لتكون في الجنة لديك أسلسة وكتبات المساعدة الله سبحانه وتعالى ويجعل فيها كل شيء كما يرى ملا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطره ولا يختل على الوحل الله سبحانه وتعالى ما يشكلون لا يمكن أن تظهر لا يمكن أن تظهر لا يمكن أن تظهر لا يمكن أن تظهر تظهر اللي الذي يصدر لذلك لإنها عندما يأتي لتقديم الأول لكي ندخل هذه المبنية التي تمتع فيها كل هؤلاء بالعافية والصحة وحسن النظر لوجه الله سبحانه وتعالى وصعبة المصطفى صلى الله عليه وسلم والأنبياء نابد أن نقدم عملنا نابد أن نقدم عملنا لله سبحانه وتعالى We have to go to heaven To be with those people Here and there We have to present Our عمل To the angels To Allah سبحانه وتعالى Allah the merciful Allah the forgiver Allah the sustenance And the mighty Allah عشان ندخل هذه الجنة لابد أن كلنا عمل عمل في الدنيا نعمله عمل في الدنيا نقيمه ونقيمه عمل في الدنيا نخدم به كل الناس To go to heaven Each and every one of us إن شاء الله We have to do this work To help people Save humanity To worship Allah To be with the poor With the elderly With the sick With the children With the orphans With the widows With everyone So this will be counted To us This will be counted To us And be elevating Our seats And our place In heaven To higher places In heaven Brothers and sisters في الجنة أيها الإخوة والأخوات من أجمل ما ترون في الجنة زوجتكم وبناتكم سيكون أجمل من حور العين In heaven إن شاء الله Look Your wives Your children Be more beautiful Than the حور العين If you accept you To be her husband When she looks At earth The brightness of her face Will shine The whole earth Stronger Shine Than The shining light Of المرأة المؤمنة من الجنة إلى الأرض فإن نور جمال وجهها سيضيء الأرض بإضياء أقوى من نور الشمس نفسه وهذا هو قيمة الإيمان هذا هو قيمة الإيمان من هذه المرأة في الأرض الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما الذي لم تكن تظهر قبل أن تكون هنا الله سبحانه وتعالى سيعطيك ما لا تتخيلوا حينما تأتوا إلى هذا المرقد الجميل الذي نتمتع ويتمتع فيه كل من دخل إليه وانقوى إليه بهذه الرؤى وهذه الرؤى